اهلا بكم في موجز الاخبار رفضت ميليشيا الحوثي ضمنيا مبادرة الحكومة فتح طريق الرابط بين محافظتي مارب وصنعاء عبر فرضة نهم معلنتان استعدادها فتح طريق صنعاء صرواح مارب وزاء الرد الحوثي بعد ساعات من اعلان محافظ مارب عضو مجلس القيادة سلطان العرادة اعلانه فتح طريق فرضة نهم وتأسيس نقطة تفتيش امنية في طريق الرابط بين مارب وصنعاء من جهته اعلن القيادة الحوثي المعين من قبل الميليشيا محافظة لمارب اعلن عن مبادرة من طرف واحد لفتح طريق صنعاء صرواح وزعم ان هذه المبادرة تعد مرحلة اولى ستليها اخرى لفتح بقية الطرق بهدف التخفيف من معاناة المواطنين نتيجة انقطاع الطرقات متهما الحكومة بانها السبب الرئيس وراء اغلاقها في سياق اخر قالت جماعة الحوثي انها ستصعد هجماتها على السفن في البحر الاحمر ومياه اخرى معلنة دخول سلاح الغواصات في عملياتها التي تقول انها تستهدف السفن المرتبطة بالاحتلال الاسرائيلي وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في كلمة له ان العمليات في البحر الاحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة وتتجه للتصعيد وجاءت التصريحات الحوثية بالتزامن مع ارسال الجماعة اشعارا رسميا لشركات الشحن والتأمين بشأن ما وصفوه بخطر على ابحار السفن المرتبطة في اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في المياه المحيطة من جهتها اعلنت الصين ارسال اسطول بحري جديد الى خليج عدن بالتزامن مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن وذكرت وكالة شنخوة الصينية ان الاسطولة السادس والاربعين سيرافق الاسطولة الخامس والاربعين في خليج عدن مشيرة الى انه يتكون من مدمرة صواريخ موجهة وفرقاطة صواريخ وسفينة امداد وبينت ان الاسطول يضم اكثر من سبعمائة ضابط وجندي الى جانب مروحيتين لفتة الى انه نفذ تدريبا يحاكي سيناريوهات مثل انقاذ سفن تجارية مختلفة وتصدي للقراصنة افادت مصادر اممية ان لجنة العقوبات بشان اليمن ستعقد مساء اليوم اول اجتماع لها برئاسة كوريا الجنوبية لاستعراض برنامج فريق عمل الخبراء التابع لها وذكر موقع امم المتحدة ان لجنة العقوبات بشان اليمن ستعقد مشاورات غير رسمية لمناقشة برنامج عمل فريق الخبراء الاقليميين والدوليين التابع لها لفترة ولايته الحالية والتي تنتهي في الخامس عشر من ديسمبر من العام الجاري واوضح ان الاجتماع سيبحث جدوى الاعمال فريق الخبراء والمهام التي سيطلع بها بما في ذلك تنفيذ زيارات ميدانية الى اليمن والرفع بتقارير حول تنفيذ العقوبات المنصوصة عليها في قرارات مجلس الامن في الملف الانساني وثقت لجنة حكومية نزوح قرابة الفي شخص من تسع عشرة محافظة خلال شهر يناير الماضي اضافة الى عودة سبع وثمانين اسرى الى موطنها الاصلي خلال الفترة ذاتها وذكرت الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين ان استمرار الحرب ادى الى زيادة حركة النزوح داخليا من مناطق الصراع الى المحافظات والمناطق الامنة واشارت الى ان ثلاثمائة وسبعين اسرى تتألف من الف وتسعمائة وستة وثمانين فردا نزحت خلال الشهر الماضي لافتة الى ان نسبة الاسر النازحة من الحديدة شكلت اثنين وثلاثين بالمئة لها تاعز واب ومارب ننتهى الموجز في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة